يوما بعد آخر تتحول الأنهار الداخلية في محافظة البصرة إلى مستنقعات للمياه الملوثة ومصدر الانتشار الأمراض المعدية والخطيرة بين سكان المحافظة لسيام الأطفال بعد أن كانت هذه الأنهار سابقا مصدرا للمياه العذبة التي يعتمد عليها سكان المناطق المتاخمة لها ويأتي الإهمال الحكومي على رأس قائمة طويلة لأسباب تلوث مياه الأنهار الرئيسية في البصرة لكن مديرية مجاري البصرة ترجع أسباب ارتفاع نسب تلوث الأنهار إلى التجاوزات على شبكة تصريف مياه الأمطار تجاوزات أدت بحسب مسؤولين في مديرية بيئة البصرة إلى تحول أنهار بأكملها إلى مصدر لمعاناة السكان أصبحت عبارة عن مياه مجاري هي أنهار الحوامد والشمخاني والشعيبي الصف في شط العرب هي عبارة عن تجميع لمياه المجاري المناطق السكان يناقب بالتالي الصف في شط العرب مسبب إلى تغيير في نوعية مياه شط العرب ورداء في نوعية تلك المياه الأخطر من ذلك بحسب مسؤولين حكوميين هو وفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين جراء تلوث المياه وتأثير ذلك التلوث على السكان سبب أمراض للأطفال يعني مثلا طفل طاح بالنهار تأذى وسببته هواء أمراض طفل سياج ماكو من يطيح الطفل يجب أن يشرب لفرش شم جرعة ماء فالسبب لأمراض أمراض كلا الصعبة مثل ما دي لم تعد البصرة كما كانت تعرف يوما ما بفينيسيا الشرق فقد باتت مياهها مستنقعات آسنة ومكبا واسعا للنفايات والمخلفات البشرية والحيوانية ورغم الميزانية المالية الكبيرة التي ترصد لهذه المحافظة سنويا إلا أنها تفوقت على الكثير من مدن العراق في تدني مستوى الخدمات وتآكل البنى التحتية فضلا عن المشاكل الأمنية والاجتماعية اللي يتحول التلوث منذ العام الماضي إلى كابوس حقيقي يهدد حياة السكان ومستقبلهم لسيما في ظل عدم وجود نية جادة من قبل السلطات الحكومية لوقف هذا التدهور اشتركوا في القناة